التغيير لأن هذه المحطة والاستحقاقات هي فرصة للتغيير في هذه النقطة أستاذ مسعود بن حليمة تشريعية 12 نجوان مغايرة للاستحقاقات السابقة خاصة عندما نتحدث عن هذه المشاركة القوية ليا النخبة، ليا الكفاءات، ليا الشباب الشباب الذي كان قد استقال عن العمل السياسي والحياة السياسية لكن تابعنا من خلال الحملة الانتخابية التي دامت ثلاثة أسابيع والقوائم سواء القوائم الحزبية والقوائم الحرة الشباب الذي كانت هي خاصية وميزة تشريعيات 12 نجوان كيف يمكن لمشاركة الشباب والكفاءات لإحداث التغيير في هذه التشريعيات واستقطاب كتلة كبيرة من الناخبين بطبيعة الحال عندما نتكلم عن الشباب الشباب ليست فقط بطاقة للمساومة لأن الآن الشباب أصبح يعي كل الوعي وكذلك حتى النخبة في حد ذاتها أصبحت واعية كل الوعي لأن قضية الانتخابات حق وواجب لأن هنا سيادة ليس قضية على أساس أن نروح ندير ورقة في الصندوق وانتهى الأمر وإنما قضية سيادة الدولة أين أنت إذا كان راك يعني معارض أو تقول ما نروحش نذهب الانتخاب من أنت من أنت لابد هنا على كل مواطن جزائري غير عن جزائريته وعن مبادئه وعن قيمته لأنه لابد أن يذهب إلى صندوق الانتخاب لماذا؟ لأن هنا قضية قضية سيادة ثم بعد ذلك عندما نتكلم عن البرلمان البرلمان هو جزء لا يتجزأ من الجمهورية ومن الدولة ومن المجتمع ومن الشباب ومن الأسرة ومن الثقافة ومن التربية ومن الاقتصاد إلى غير ذلك فلذلك هنا أصبحت أوصلنا الآن أننا نطرق الأبواب الحقيقة لن نبقى كما كنا عليه في سوبات عميق هذا السوبات العميق هو الذي جعل بلادنا متخلفة وحتى البرلمانيين أنفسهم الآن أنهم أدركوا كل الإدراك على أساس أنه يتقدم لعهدتين لأنه هنا يثبت جداراته ويثبت استحقاقه ويثبت على أساس أنه فعلا مواطن صالح لهذه الأمة بذلك هنا لابد هنا من تفكير أيضا ثاني كذلك هذا المجتمع الجزائري وخاصة فئة الشباب وكل فئات أنا لا أقول لا نفرق بين جزائري وجزائري كل الجزائري متساويين في الحقوق وفي الواجبات وبالتالي لابد هناك أن يأكلوا الوعي وأن يصلوا إلى المبتغى كيف يصلوا إلى المبتغى؟ لأن لابد هناك من تنافس نحن الآن في صراع دولي وليس صراع وطني هذا الصراع الدولي لابد أن نثبت موجودنا ضمن المجموعة الدولية إذا كان ما عندناش مكانة في بلادنا كيف يمكن لك أن يكون لنا مكانة ضمن الدول؟ وهذا هو الشيء اللي لابد يأعي المواطن الجزائري أنه لما موجود على كل حال الآن لما يذهب إلى الدائرة ويذهب إلى البلدية يذهب يأخذ على كل حال بطاقة التعريف هي جزائرية ما يعطوها له ليس على كل حال أنجليزي ولا روسي ولا هندي يعطوه جواز الصفر كذلك لابد هنا يثبت عصالته ووجوده ولا بد أن يؤمن هو الإيمان والثيقة في وطنه لأن حتى نشوفه بكل احترامي المتفرج الكريم الحيوانات المفترسة تحدد المكان تاحها تحدد المكان تاحها من أجل ماذا؟ من أجل على كل حال مكان تاحها ما يجيش واحد عادو يدخل على المكان ننتعو لراه يعني كما نقوله نحن في المساحة تاعو ولذلك نحن كذلك عنا بلادنا قارة الله يبارك ولا بد أن أقول كل جزائري وطني مخلص لابد أن يذهب إلى صندوق الانتخاب وبالتالي لا يأخذوا صراحة الناس هؤلاء الذين يتطفلون ويأتون على أن نوقف الانتخابات على أساس كذا كذا من تكون أنت يا أخي من تكون أنت طيب أستاذ الغدواء